مشهد الهجرة للأسف يتكرر وإن كان بشكل جزئي أعتقد بأنه الألم أصبح صديق لنا ولكننا بإذن الله نتغلب عليه سأقول لك أمر أنا واثق من أن الشعب الفلسطيني هذا شعب عظيم وقادر على تجاوز كل المحان وأنه سيصل إلى أهدافه في النهاية فتحت أربع مراكز إيواء للمهجرين قصرا من مخيم جنين لم يلجأ مواطن واحد إلى هذه المراكز لأن البيوت في مدينة جنين فتحت لهم جميعا قبل أن أخرج إلى هذا اللقاء قرأت رسالة كان يتركها أحد هؤلاء الذين أخرجوا من بيوتهم غصبا تركها في البيت للمقاتلين يقول فيها أن الطعام في الثلاجة وأن في المكان الفلاني يوجد مال إذا أردتم وأن بيتي إذا هدم حجرا حجرا فداكم المهم أن تكونوا بخير وأن تستمروا هذا هو الشعب الفلسطيني هذا هو الشعب الفلسطيني وهذا هو خياره وأعتقد أن هذا درس كبير لكل القيادات التي ضلت فيها السبل وضلت فيها الطريق أن تلجأ إلى خيار الشعب الفلسطيني الذي دفع ثمنه من دماؤه وما زال يدفع من دماؤه ثمنا لهذا الخيار الذي سأؤدي به حتما بإذن الله إلى الانتصار وإلى إقامة دولة الفلسطينية المستقلة ترجمة نانسي قنقر